شغف بالفضة منذ سن مبكر وإرث عائلي اشتهرت به أسرته ثنائي قاد حسن باحشوان إلى تأسيس أول مركز تراثي لتاريخ صناعة الفضة الحضرمية في اليمن فمنذ عشر سنوات خصص أحد غرف منزله في مدينة سيئون لتضم مقتنيات وقطع فضية أثرية تعود بعضها إلى مئات السنين مركز تراثي للفضة الحضرمية يحتوي على قسم أدوات تصنيع الفضة وقسم على الأدوات الفضية القديمة من حضرموت التي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 سنة المركز مهتم بتوثيق هذا التراث للفضة الحضرمية وطموحات أننا نفتح مركز يكون أكبر ونستقبل زوار يحاول باحشوان أن يشرح لنا رمزية وأهمية كل قطعة فضية هنا فالمركز يحوي مقتنيات فضية وتراثية لكل واحد منها دلالة معينة ارتبط معظمها بالمناسبات الاجتماعية والدينية وهو ما جعلها مقتنيات تمثل أهمية وإرث حضارية يحكي حقبة تاريخية من تاريخ الفضة الحضرمية في مناطقها المتفرقة يعتبر مركز حضرموت للتراث الفضة الحضرمية من أهم المراكز التي تهتم بالإرث أو بالموروث الثقافي لحضرموت ولواري حضرموت خصوصاً ويحتل أهمية كبيرة في كثير من المصنعات أو الملابس والأونية والمقتديات التي كانت في زمن قديم جداً يستخدمها عائلات الملوك والأسر الحضرمية القديمة المركز رغم بساطته إلا أنه يمثل نواة لمتحف خاص للفضة الحضرمية كما يطمح باحشوان الذي يعكف على تأليف أول كتاب في تاريخ الفضة الحضرمية أن يكون مركزه مرجعاً للباحثين والمهتمين فيما مثلت مشاركاته الخارجية والداخلية بالنسبة له محاولة للتعريف بإرث أجداده الذين اشتهروا بامتهان زياغة الفضة بقوالبها المتعددة عبدالله مومن يمن شباب وادي حضرموت اشتركوا في القناة